هل نتكلم في البداية عن الوويس اوفر التي اي وركز معي مني شكش يا تماعي الوويس اوفر التي اي كتكنولوجي تمام هي الها في الكورس تمام احنا ما بنقدم الوويس اوفر التي اي في الكورس باش انا بشرح لكم بشكل عام طبعا انا بدي اتعمق الوويس اوفر التي بدي عرف كيف بيشتغل بشكل تفصيلي بدي اروح على الكورس بدي عنا في الكورس مع المهندس امير بشرح لك كورس كامل على الفولتي الفولتي مش اشي بسيط انا اول اشي بدي اعمل كونفيرت للداتا من فيويس لا ايش لداتا لبيتس وبعدين بدي ابعتها كأنها داتا وبتروح للبرش كأنها داتا وبتروح للكور مش بتروح على البي اسي والار اسي زي التوجي والثري جي بتروح على الكور والكور بيحدد هاي الداتا لامير رايحة وبيحولها طب انا في الطريق دخلت مصعد شو بيصير في عندي بيصير في عندي بادي كوليتي بادي كوليتي ممكن يصير في عندي ديلي ولاتنسي لاتنسي لاتنسي في الفور جي معناته انه دروب كول مش زي الثري جي توجي هو الثري مفي للاتنسي اللاتنسي تتبعهم قليل ليش لانه انا في عندي بي اسي وعندي ارانسي وهذول القريبين مني فما في عندي لتنسي وأنا بتكلم كا Charge 물ки المفيش كا داتا كparahedắt تمام فانا في التوجي في 3G بتكلم كفويس حتى لو البي اسي حتى لو صار في عليه بصير فيه تقطيع في الإشارة بينما في الفور جي لما يصير فيه و لما يصير فيه بادي كواليتي بصير فيه ليش لأنه الداتا صار فيها بت ايرو ريت وصار عليها دروب فأنت ما حتسمع حتروح ما فيه يعني تخيلوا أنتو أنت قاعد تتكلم حرف الألف وحرف الباء وحرف السي تمام في الفور جي لو أجت في الفور جي الباء والأي والبي والسي مش مروطين في بعض تمام؟ الأي بتروح تمام؟ وبتروح البي وبتروح السي كل واحدة تمام؟ بتروح على البي اسي تمام؟ وأنا مش مضطر أن يكون فيه عنده synchronicization أنا الموبايل directly connected في البي اسي فممكن على سبيل المثال يصير فيه تقطيع في البي فبتوصل الـ A بتروح وبترجع الـ C بتروح وبترجع بعد الـ A فأنت بتسمع A C بصير فيه تقطيع في الصوت في الـ 2G طيب في الـ 3G في الـ 3G نفس الإشي طيب في الـ 4G في الـ 4G يا جماعة الموضوع مختلف في الـ 4G أنا في عندي هون bits وفي عندي synchronization وفي عندي synchronization تمام؟ فأنا لو مثلاً فقدت الـ B السي ما هتوصل هتفقد السي هتفقد كل إشي بعده تمام؟ إذا فقدت الـ B كل إشي بعد الـ B بنفقد ليش؟ لأنه ما في synchronization هذا الرابط مش موجود فأنت هتسمع الـ A وبعدنا هتصير drop ليش؟ لأنه ما في عندي synchronization timing والـ synchronization والـ delay مش موجود في الـ 4G عشان هيك الـ 4G drop ما بتسمع تقطيع في الصوت يا بتسمع صوت يا ما بتسمع صوت تمام؟ لأنه أنا بدأ أروح على core وكمان core بعيد فأنا في عندي delay بتأخر فالـ voice over LTE ما بزبط غير لما أكون في نفس المكان تحت البرج بزبط الـ voice over LTE لأنه في عندي delay بوصل لـ 100 ملي ساكن طب إذا زاد لـ 100 ملي ساكن على سبيل صارت نص ثانية بصير في عندي drop عكس الـ 2G والـ 3G الـ 2G والـ 3G لا ما بتعاملوا بالـ time والـ delay تبعهم قليل طيب لما نجي نتكلم على 5G الـ 5G حلت هاي المشكلة يا جماعة ليش نحلت هاي المشكلة يا إبراهيم أو كيف نحلت هاي المشكلة يا إبراهيم الـ 4G تمام؟ أنا في عندي ايش؟ في عندي low latency صح؟ اللي هو urlc أنا في عندي core في المنطقة اللي أنا فيها حتى لو في عندي برج تمام؟ وبغطي user أنا في عندي core قريب فأنا بروح على core وبرجع لليوزر بشكل سريع ما بروح على core البعيد وبيكون في عندي delay عالي تمام؟ وفي عندي connectivity ما بين التاورز صح؟ فأنا فعليا أن اليوزر لو ما يطلع من هون لهون في 5G بعمل hand over between tower مش شرط أن يروح على core ويرجع أوكي